اشتركوا في القناة ولا زالت ازمة السكر تلقي بظلالها على الحياة في مصر لم تطلع متى الشعب والطبقات الوسطى والفقيرة فقط بل ذهبت الى ابعد من ذلك وضربت قطع رجال الاعمال والاستثمار هذا ما حدث مع شركة ايديتا واحدة من اكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر حيث صادرت السلطات كميات ضخمة من السكر من مقر الشركة ووقع الامر عندما قامت قوات الامن بمداهمة مصنع بني سويف احد المصانع الاربع ويحوي مخزون السكر الاساسي وقال هاني بيريزي رئيس الشركة ان الاجراء يدفعهم الى التوقف عن العمل والانتاج مضيفا ان المستثمرين الاجانب يشعرون بقلق جدي بسبب تلك التحركات الحكومية المفاجئة وتمتلك ايديتا تراخص انتاج لعلامات تجارية عالمية منها توينكيز وهوهوز ومولتو ويتم توزيعها في مصر وليبيا والاردن وفلسطين فيما اعربت مصادر اقتصادية ان ما حدث مع الشركة الكبيرة في عالم البورصة يبعث بمزيد من الاشارات السلبية للمستثمرين الاجانب تجاه مصر والتي تعاني من ضعف بالغ في قطاع الاستثمار منذ تردي الاوضاع السياسية والامنية بعد الانقلاب العسكري من جهة اخرى يؤثر ارتفاع الدولار والذي دخل في طور 16 جنيها على القطاع الخاص ادى الى توقف القطاع وعجزه عن استيراد السكر في عدد من المصانع مما احدث فجوة بالغة بين الطلب والانتاج وقد رفعت وزارة التموين والتجارة اسعار السكر الحر الى 7 جنيهات لكيلو الواحد وهو ما يجعله سلعة ضمن العديد من السلع الاساسية التي باتت تؤرق حياة المصريين في الآوينة الاخيرة نعم يرحب بضيفي معي في الستوديو في هذه الفقرة الكاتب الصحفي المصرية سيد خالد الشريف اهلا بك معنا سيد خالد اهلا بيك دون طور السلام نبدأ مما حدث صباح اليوم اغلاق مصنع لشركة ايديتا وهي لا تخفى على احد في الشارع المصري كيف رأيت مصادرة كميات كبيرة من السكر ومن ثم اعلنت الشركة انها اغلقت هذا المصنع بسم الله الرحمن الرحيم نحن امام يعني ادارة فاشلة بامتياز تدير البلاد بمنطق الدبابة وليس ومنطق العقل ليس بمنطق العقل وانما بمنطق والاستبداد والقمع هذا الذي جرى مع شركة ايديتا هو بلا شك تأميم مقنن للشركات الاستثمارية وهو مؤشر خطير على ان السيسي يفاقم الازمة اكثر واكثر واضح ان ليس عنده حلول اقتصادية وانما حلول قمع واستبداد فالقهر والجوع وتفاقم الازمة يؤدي الى حالة من الانفجار المحتمل الاكيد يجب على عقلاء مصر يجب على قادة الجيش يجب على الشركاء الوطن ان يتحركوا لانقاذ البلاد من كارثة محققة حتى ان اسرائيل الان تعيش في قلق من الوضع الحالي للسيسي الذي ربما يصيبها كثير من الفوضى في المنطقة لماذا يقدم على الاستيراء على مخزون السكر الرئيسي في شركة كبيرة كهذه ما هو الاحتكار والسيطرة وعقلية الدبابة كما قلت والاستبداد والقمع هي التي تسيطر على ادارة البلاد ليس عنده حلول اقتصادية انما عنده حلول قمع مستمرة حتى للازمة الاقتصادية وهذا ما جرى يعني هو يعني يعني يعالج الازمة بازمة اخرى يعني معروفة ان هذه الشركة شركة عالمية ولها استثمار وهذا امر منطقي ان يهرب المستثمر من هذا القمع لان الاستثمار يحتاج الى امن واستقرار وحلول الاقتصادية اشترك معكم مع السادة المشاهدين معلومات اكثر عن شركة اديتا التي تم مصادرة مخزون السكر في احد اكبر مصانعها في محافظة بني سويف نتابع في هذا الانفوغراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن اذا ننتقل من ازمة السكر الى ازمة اخرى وهي تهديد الاستثمار الاجنبي هو تم تهديد الاستثمار الاجنبي من اول ما تولى السيسي ولذلك تم اغلاق اكثر من 5000 مصنع لا يوجد امن اقتصادي في مصر لا يوجد امن سياسي اما اقول لك اليوم صدرت رويترز تقريرها اما صبر المصريين ربما ينفت خلال الايام القادمة نتيجة للقهر ونتيجة لتفاقم الازمة الاقتصادية التي ليس لها حل في ظل وجود السيسي السيسي اصبح عقبة رئيسية في الاصلاح ولذلك النظام يروج اليوم لتغيير الوزارة وزارة اسماعيل وما اما الخطر الكامل ليس في الحكومة انما في هذا النظام الدموي القمعي الذي توفرت كل سبل النجاح له وفقدها الواحدة تلوى الاخرى بلا شك أما المجتمع الدولي والاقليل عليك هذا صدام بين عبدالفتاح السيسي من جهة وبين دولة رجال الاعمال من جهة اخرى بلا شك أما هذا صدام بين دولة عبدالفتاح السيسي ودولة رجال الاعمال الذين اعتمد عليهم الانقلاب الآن يتنكر لهم الانقلاب الواحد تلوى الاخر ويريد الابتزاز ويريد السطو على ممتلكاتهم تحت مسميات عديدة هو يبتز رجال الاعمال يبتز كل رجال الاعمال الذين وقفوا معه سواء من خلال صندوق تحيا مصر أو من خلال الصطو الآن على الشركات مخازن الشركات هذا الصطو سيد خالد يعني برأيك عندما يصطو على مخزون السكر في مصنع من المصانع لشركة إيديتا هل سيقوم بحل أزمة السكر مثلا من هذا المخزون لا طبعا لا يكفي هذا المخزون هذه هي عقلية كما قلت عقلية الاستبداد هو يهيئ كل الظروف لحالة انفجار لحالة الثورة ربما يتحالف رجال الاعمال كيف يهيئ يعني الرجل الشعب سيثور ضده فكيف يهيئ هو بيديه هو الأجواء يعني هذا غير منطقة على الأجواء لا لا هو يزيد من حالة التفاقم الغضب يعني السيسي بغبائه وبكل سياساته القامعية يفاقم الثورة يعجل بالثورة ضده الآن الكل مجمع من رجال أعمال حتى فاسدين من حزب وطني سابق ومن دولة عميقة ومن شعب مطحون ومن أحزاب سياسية وسجماء ومعتقلين الكل الآن في مرمى الهدف عبدالفتاح السيسي استمراره يعني شيئا واحد وهو تدمير الدولة المصرية الكل مجمع على هذه الحقيقة لا بد من رحيل السيسي هو يعجل بهذه وطيرة الرحيل وأنا أظن لا يوجد عاقل في نظام السيسي لأنه يعني كل يوم يستجلب أعداء جدد سواء من حلفائه أو من يعني الشعب الشعب الآن في معظمه يعاني الأمرين سواء من ارتفاع نعم برأيك إذا ما تم مصادرة مخزون للسكر أكثر في شركة مثل إديتا بشكل مستمر وطال الأمر شركات أو مصانع أخرى ما هي الأثار التي ستترتب إذا ما أغلقت هذه الشركات أو هذه المصانع أبوابها؟ بلا شك أنها تفاقم المستوى البطالة الذي ترتفع وطيرته كل يوم يؤدي أيضا رسالة لكافة المستثمرين للهروب من مصر يعني وجود أيضا فجوة بينه وبين رجال الأعمال الداعمين كل ذلك يؤدي في صالح الثورة وفي استردادها ويخصم من رصيد السيسي بلا شك طيب وهو بالتأكيد يعلم هذا الأمر فلماذا يقوم بهذه الإجراءات؟ هو كل يعني أنا بقول لحضرتك أن القلق لا يساور نظام السيسي فقط الآن إنما يعني يساور إسرائيل إسرائيل الآن تعيش في قلق من الوضع المتردي في مصر نتيجة لأنها مرتبطة بهذا النظام الداعم وأنها تخشى من حالة الفوضى لأن اجتماع كما قلت الجوع والأزمة الاقتصادية مع القهر قطعا سيؤدي إلى حالة انفجار هذا الانفجار البشري لن يضر السيسي فقط وإنما ربما يضر الإقليم ويضر إسرائيل ربما أننا 90 مليون أو أكثر حالة الانفجار البشري ستؤثر على الدول المجاورة وعلى الهجرة من البلاد إذا كانت سوريا تمثل أزمة لأوروبا فإن مصر في حالة حدوث مكروه لقدر الله سيؤثر على أوروبا أكثر يعني نفس خطابك هذا استخدمه عبد الفتاح السيسي واستخدمه مسامح شكر أيضا عندما خطب إيطاليا وخطب الدول الأوروبية وحذرهم من الهجرة وحذرهم من اندلاع حرب أهلية يعني هو نفس الخطاب هو يحذر مما تحذر منه لا أنا يعني فرق كبير هو يريد أن يضغط على أوروبا ويبتز أوروبا حتى تبقيها على الكرسي ما يفعله السيسي وأنت على من تضغط الآن بهذه التصريحات أما أقول أن المجتمع الدولي يلابد أن يحاذ للشعوب ولا ينحاذ لمصالحه الضيقة يعني عندما تقول أن هناك 90 مليون إذا من فجروا سيكونوا تهديد أكثر من سوريا على من تضغط هذه الرسالة أوجهها لمن أنا أوجهها أيضا للمجتمع الدولي أن يعلم مخاطر انحيازه للسيسي ودعمه للسيسي السيسي ليس مشروعا للاستقرار إنما مشروع للفوضى الديمقراطية هي التي ترسل أمن والاستقرار في مصر وهذا ما أريد أن أقوله وهذه رسالتي للجميع أما الديمقراطية واحترام إرادة الجماهير هي أساس الأمن والاستقرار والعدالة طيب هذه إشكالية الآن لأن الدولة المصرية الآن والنظام الحاكم وقنواته الفضائية وصحفه وكتابه يتحدثون عن نبرة أن الدولة في حالة حرب وأن هناك حصار اقتصادي على مصر وأن هناك مؤامرة كونية تستهدف مصر وبالتالي يتوجب على المواطن المصري أن يتحمل لأن مصر في حالة اقتصاد الحرب وأن كل ما يحدث طالما وجد الأمن وطالما أن وزارة الداخلية تعمل والجيش المصري يعمل بوحدة واحدة فلا داير أن يتحمل المواطن المصري تبعات بعض الأثر الاقتصادية ومشكلة يعني هو بلا شك هذا خطاب تزييف وخداع للمصريين لأن نظام السيسي توفرت له كل وسائل الاستقرار والنهوض من استثمارات للخليج من منح من دعم من تأييد مجتمع دولي وإقليمي من مؤسسات للدولة وقفت مع السيسي من جيش من شرطة من قضاء حتى من ظهير شعبي وإن كان يعني خدع في السيسي كل مليارات الخليج بددها السيسي والآن يريد من الشعب أن يقف معه في محنته وهو الذي يعني يقدم الرشاوة تلو الرشاوة للجيش والشرطة لا يوفر لهم الأمن لا يا فندم هو زود الجيش حوالي ثمانية مرات كي يضمن ولأه يضمن ولأه في البقاء على الكرسي أنا أقول لحضرتك إذا أراد دخلا جديدا وإذا أراد رفع المعاناة عن الشعب فرض ضرائبه على مشروعات الجيش لماذا لا يفرض السيسي الضرائب والجمارك على مؤسسات الجيش الاقتصادية التي تدر الملايين والمليارات على هذه المؤسسة وعليه هو شخصيا لا هو هذا الجيش يعيش وهذه السلطة تعيش في بحبوحة من الأمر ثم يطالب الشعب بالإنفاق والتقطير والجوع والعطش هو يطالب الشعب بكل ما ذكرت ويتحدث أنني وفرت إليكم الأمن والأمان أي أمن واستقرار لا يوجد أمن ولا استقرار في ظل يا أخي سجون ملأة وفي إذا كان هذا النظام الهش وإن كان قطاع من الشعب المصري إذا كان هذا النظام الهش ليس عنده مشكلة أن تمتلئ السجون بكل هؤلاء يهتز من قولة سائق تكتك من فرقة أطفال يعني مرعوب هذا النظام الضعيف في الهش يعلم أنه لا يملك مقاومات البقاء إنما هو يملك القمع والاستبداد هو يريد أن يزيد القمع والاستبداد هل القمع والاستبداد ليسوا مقاومات بقاء لمثل هذا النظام؟ لا يمكن لا يمكن على مر التاريخ إذا كان البلد منهارا اقتصاديا مهما فعل المنطمع والاستبداد رجل يمتلك القوات المسلحة ويمتلك الجيش ويمتلك القضاء ويمتلك مؤسسات الدولة فكيف لا يمتلك استقرار؟ لا يمتلك استقرار الاستقرار هو أساسه العدالة أساسه الديمقراطية أساسها التنمية أنا أقول لحضرتك كان دكتور محمد مرسي عادلا ويحاول أن ينمي ولكنه لم يمتلك القوة تنقلبوا عليها يا سيد خلال المواطن البسيط لا تعنيه السياسة في شيء بالتأكيد يعنيها أن يأكل وأن يشرب وأن يجد لابنه مكانا في مدرسة ويجد أمنا واستقرارا هو لا يجد شيئا من ذلك لا يجد طعامه ولا شرابه لكنه لا يجرؤ أن يعترض لا يجرؤ أن يتكلم لأنه لو تكلم سيقابل بالجيش والشرطة والقضاء والنيابة الأمور مختلفة الأمور الآن على الأرض بعد ثلاث سنوات اتضحت الصورة أكثر والوعي انتشر ومكامل الغضب انتشرت 43% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أنت تقول بنية تحتية الآن متهالكة استوضيح للإحصائية الأخيرة البنك الجهاز المركزي التعبية والإحصائي قال 27% 27% لكن الأرقام الصحيحة الرقم الصحيح للخبراء أنه 43% وإذا كان 27% تلت الشعب المصري يعني أكثر من 30 مليون تحت خط الفقر أنت لا تحسب يعني هؤلاء الغلابة والمهمشين والذين أحبطوا الآن يا دكتور الشعب المصري مصاب بالإحباط واليأس والشباب خاصة الذين لا يجدون عملا ولا يجدون 27% من الشباب المصري يعانون من البطل نعم 27% أصابهم الإحباط فرموا أنفسهم في اليم وفي البحار وللموت يعني في أكثر من ذلك مؤشر خطير أما الشباب وأما الشعب المصري مصاب بالإحباط وقابل الانفجار في أي وقت إذا كان الشاب الذي حرق نفسه دلالة واضحة أمام أحد أندية القوات المسلحة ليقول رسالة واضحة أما الذي ظلمني هو الجيش قالوا عنه أنه كان يحب فتاة ولم ترضى به فأشعر النظر لا هذا نعم بص الإعلام الذي يزيف الحقائق ليلة نهار الشعب وعى لأنه دائما الحقيقة أكثر مرارة وأكثر وضوحا من هذا التزيف في القول والفعل الشعب هو الذي يلامس الواقع وهو الذي يعيش المأساة مهما تكلم فإن المأساة موجودة على الأرض هي التي سوف تنفجر استضام السيسي برجال الأعمال بهذا الشكل المباشر الضار بمصالح رجال أعمال كبار في مصر يمتلكون مصانع كبرى في العالم العربي وليس في مصر فقط ما هي الأثار ومن سينتصر في هذه المعركة هو سيؤدي قطعا إلى هروب رأس المال للمستثمرين وكثير من التجار وكثير ليس رجال الأعمال فقط وإنما من التجار الكبار إلى حد ما أو الصغار يجمعون أموالهم من السوق وهذا يفاقم أزمة الدولار الكثير من التجار يجمعون أموالهم من السوق ويغيرونها بالعملة الصعبة الدولار ويهربون إلى الخارج أو ينفزون أعمالهم خارج البلاد محنوا أمام كارثة واضحة من سقوط الجنيه المصري من قائمة سلة التعامل في ألمانيا وهناك حديث عن المملكة العربية السعودية أيضا أسقطت الجنيه من التعامل الجنيه المصري في أدنى مستوياته الآن الريال السعودي وصل إلى أربعة جنيهات صباح اليوم والدولار ستة عشر جنيه في السوق السعوداء طبعا هذا مؤشر واضح لأن مصر التي كان يرغبها السيسي وكان يدغدغ مشاعر الناس ويعدهم بعيشة رغضة وحياة كريمة ومصر عد الدنيا الآن أصبحت كل مشاريع وفنكوش والشعب المصري يعاني معاناة شديدة هذا الرجل يعني جعل مصر أكثر فقرا وأكثر بؤسا ولم يجد المواطن لا فيها أمن ولا استقرار ولا حياة كريمة حطم حلم المصريين حتى في النهضة ولا العيش ولا الحرية ولا الكرامة الإعلام المصري يعني حالة الغضب الموجودة بين المجتمع كيف ترد على هذه الرسالة إن كان الآن مواطن مصري يستمع إليك واستمع إلى أحمد موسى وهو يقول له ما تنزلش يوم كذا أو خلي بالك لو يوم 11 أو يوم 12 أو أي يوم سقط في النظام مش هتلاقي ظابط الشرطة جنبك ولا ظابط الجيش وممكن تلاقي تاكل بس هتلاقي حرامي لا يا فندم كل مواطن مصري هو أداة تغيير لهذا الوطن يستطيع أن يغير من وجه مصري من هذه العصابة يستطيع أن يزيل هذه العصابة بصوته أن يعلو صوته بالحرية أن ينضم للغلابة وأن ينحاز لهم انحيازنا ووحدتنا وتكاتفنا وبلا شك أن كل حرية لها تمن وما ميلوا المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة الخنوع والانكسار لن يوفر لك طعاما ولا شرابا ولا حرية إذا كنا يعني نخاف على مستقبل أولادنا لابد نتحرك حتى ولو بالصوتي بالحياذ ومن يصدق من يصدق أنه لو وجد طعامه وشرابه وكل ما ذكرت ولم يجد ضابط الشرطة والجيش بجواره يعني ماذا يفعل أو ماذا ستقدم أنا أقول لك أن الجيش والشرطة لم يوفروا أمن والاستقرار للمواطن المصري إنما وفروا زلا ومهاما أنت تشعر بآدميتك حينما يضع المواطن قدما على قدم ويأخذ حقه في قسم الشرطة لكن الآن حقوق المصريين مهدرة أي عيش وأي كرامة وأي حياة وأنت ليس لديك كرامة وتمتهن أدميتك وأدمية المصريين في الحضيد المصري الآن لا كرامة له ولا أدمية حتى دماء المصريين أصبحت رخيصة رخيصة بلا سمن يعني في أي دولة في العالم أن المجازر التي تمت لا يحاسب عليها الذين ارتكبوها الطائرات التي سقطت لا نعلم من الذي أسقطها ومن يحاسب على هذه الطائرات من المسؤول عن تدهور البلاد من المسؤول عن الجنيه الذي كان من السمع والبصر أن يتدهور بهذه النتيجة من المسؤول عن تفشي الأمراض عن تفشي المشكلات والأزمات أن حتى التعليم لا يوجد التعليم في المدارس لا يوجد صحة لا يوجد خدمات ثم نتحدث عن قروض وعن شروط إزعان لصندوق النقد الدولي شكرا جزيلا خلد الشريف الكاتب الصحفي المصري كنت معنا في الستوديو هنفد على مصر حلقتنا خلصة تشوفكم بكرة تسعة بتقوية القائلة تسبوع الخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر